السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول اشياتك العافية الحمد لله رب العالمين اليوم كان الاختبار ونجحت الحمد لله بفضل الله وكمان بمساعدة فيديوهاتك وتعبك والله تستاهل صراحة ويسام على ما جهودك اللي بتعمله صراحة فيديوهاتك تستفدت منهم مش خمسة في المية ولا عشرة في المية في المية لانه انا بس درست على فيديوهاتك كانت المقابلة بالنسبة الي يعني كابوس قبل ما اروح بعدين لما صرت اضل اسمع فيديوهاتك وكذا حتى لما رحت ما كنت متوترة لانه صرت اعرف اللغة منيش مع انه انا ما معي لغة ترى ولا بعرف باللغة اشي فيعني كانت لغتي كثير منيحة وانا احكي حتى بالاجوبة كثير لغتي كويسة وبقرأ الاسئلة بسلاسة وبقرأ كل الاسئلة اللي حطتهم للقراءة فعلا بيجي منهم كل اياتهم قرأتهم بسلاسة بعد ما خلصت حفظ المية سؤال الكتابة كانت شويس يعني ما كتير صعبة كانت علي ولكن مع التدريب صرت الحمد لله سهلة بس هي يعني بفضل انه الناس يظلوا يتدربوا على الكتابة طول الوقت لانها كثير مهمة اه كمان اه شغلة التركيز اهم اشي بالموضوع تركز بذنيك بعنيك بكل حواسك مع الاستاذ اول ما اول ما وصلت جلست امتظر اسمي فاجت اني رح تسألني الاسئلة نادت على اسمي وكانت الغرفة شوي بعيدة فبالطريق صرت تسألني اسئلة تحكي لي مثلا كيف كانت طريقك مع مين اجيتي اه واسئلة يعني عن كيف اجيت ومنها تحكي كيف حالك وهي فطبعا انا كنت اجاوبها الحمد لله بسلاسة كمان لانه خلص سمع كل الفيديوهات وحافظة حتى صرت اه يعني الناس اللي برا افهموا عليهم اشياء كثيرة فكان هذا اشي ممتاز بالنسبة للحمد لله كمان بعد ما عبرنا اول ما فطنا كل اشي الكتروني بضل برا سألتني كمان في الطريق شو معاك وراك اه شو جبتي اه اي دي والقرين كارد والامور الشخصية بس وصلنا حكت لي احكي يعني هي حكت لي قسم وانا حكت لي صايدوب وانا حكت لي اجلسي فبعد ما جلست حكت لي رح نبلش بالمجد سؤال فبلشت سألت ست اسئلة اهم اشي تحفظه جميع الاسئلة ما تفكروا انه رح يجي مني السهل او من الصعب انا لاني كثير حضرت مقابلات فكنت اشوفهم او بجيبوا اسئلة سهلة نوع بجيبوا من كل اللي كتابين انا كل الاسئلة اللي اجتني يعني من الاخر اللي كتاب ومن اصعب الاسئلة بالنسبة اللي كانت حفظهم وصيبهم كمان طولت وانا احفظ فيهم بس الحمد لله اجتزت اول ست اسئلة بنجاح وما سألتني غيرها بعدين اعطتني واحدة كتابة واحدة كراءة وحكت لي اني كمان نجحت فيهم ما عطتني غيرها بعدين بلشت في اسئلة الابليكيشن اسئلة الابليكيشن ما خلت ولا سؤال ولا سؤال حرفيا كل اسئلة الشخصية كلهم سواء وين انولدت انوء شو اسم امي شو اسم ابوي ابوي وامي ستزن او لا بتسألك اذا انت متزوجة او لا بتسألك اذا جوزك عايش معاك كل اسئلة عنك عن زوجك حتى اسئلة زوجي الشخصية سألتني عنها اه سألتني وين بيشتغل كيف شو بيشتغل وسألتني كمان اه التاريخ ميلادة التاريخ ميلاده اولادي اه وين انولده كمان نفس الاشي جازي و يعني كل اسئلة الابليكيشن حرفيا سألتهم اذا بلشت بالياس والنو كمان الياس والنو الخمسين سؤال سألتني ايهم الياس والنو بعد ما خلصت جبت لي على التابلت بكون قدامك تابلت جبت لي على التابلت اقرأي هادو نفس بس يعني بعقلك اقرأي فكعدت اقرأ فيه تذكرته انا اقرأ انه اه ممكن جيب لي اسئلة من هذا اللي اللي بتحكيلي انه اقرأه فحاولت اركز كده ما بقدر بالقرأة لان انا انجلزاتي مش بكتير بس حاولت اركز فا وانا اقرأ اه بعد ما خلق احكيت لها انا انخلصت احكيت لي شو يعني اوفت و ردت كمان سألتني اه يعني اعطيني امس هي اللي عن الابغان فاعطيتها والحمد لله اجتزت الاختبار وتأكدت من معلوماتي وكل اشي تمام المقابلة كانت 45 دقيقة اهم اشي تكون واثق من نفسك ولا تتلبك وحكي اطلعب سلاسة فكرك بالما تحكي يعني خليها تشوفك او خلي اللي بيمتحنك يشوفك حدا واثق من نفسه وحدا مش خايف وحدا انجليزيات منها يعني انا استغربت من حالي وانا ارد لانه انا انجليزياتي تقريبا بري مرة بتحكي لانه انجليزياتي كتير هدناح وانتي اجتزت الاختبار كامل بدون اي سطأ الحمد لله رب العالمين وشكرا انك جدا جدا يعطيك الفعافية وبعرف طولت بس حبيت احكي تدربتي عشان الناس تستفيد كمان فيحفظوا المعاني انا طبعا ما حفظت المعاني ما حفظت المعاني ليش؟ لانه انا ما عرفت انه في اسئلة أبليكيشن اصلا غير قبل باسبوع فيحفظت بس الياس والباكة عرفت انه يعني اطلعت عليهم بس سمعتهم سمع بس حفظت انه ما الياس وحاولت احفظ قد ما بقدرت عاني ما حفظت كتير بس يعني الحمد لله انا اجبك لي معاني سيلات بس الجميع بحكي لي لا لا تحفظ انه عاني ما بجيبو انبلغ بيجيبو بيجيبو ما بتعرف مين اللي بيطلع لك يعني فيه ناس بيسألوهم سؤال سؤالين ثلاث من الابليكيشن يعني انا مثلا سألتني جميع الاسئلة فركزوا على كل اشي حرفيا على كل اشي وشكرا اليك كتاب امتحان cdl الشاحنات لكل ولايات يحتوي ثلاث اقسام كل الاسئلة والاجوبات تحتوي على ترجمة عربية وطريقة نطق الكلمات النسخة الملوانة من كتاب امتحان الجنسية الامريكية لكل ولايات تحتوي كل الاقسام الاسئلة والاجوبات تحتوي على طريقة نطق وترجمة عربية النسخة لغير ملوانة من كتاب امتحان الجنسية الامريكية تحتوي كل الاقسام وكل الاسئلة والاجوبات تحتوي على ترجمة عربية وطريقة نطق الكلمات ولمبتدين باللغة الإنجليزية هذا كتابنا يحتوي على أهم الجمل فقط وكل الأسئلة والأجوبة تحتوي على ترجمة عربية وطريقة نطق الكلمات وبالنسبة للمنتقدمين في اللغة الإنجليزية هذا كتابنا يحتوي على أهم الجمل مع أسئلة وأجوبة تحتوي على ترجمة عربية وطريقة نطق الكلمات وبالنسبة للأطفال هذا كتابنا لتعليم اللغة العربية للأطفال يحتوي كل الحروف وتمارين وأيضا يحتوي على أمثلة وكل حرف ومثال يحتوي على ترجمة إنجليزية وطريقة نطق إنجليزية الناس اللي تحب تستفاد من الطريقة هذا قرص السيدي يمكنك تشغيلها في السيارة يحتوي كل الأقسام والسيدي ياخذ 80 دقيقة تسجيل لهذا هو مسرع قليلا الفلاش جرايف هو نفس السيدي بالضبط لكن الصوت فيه طبيعي بدون تسريع يحتوي كل الأقسام أيضا وبالنسبة للناس اللي يتحب ملفات الـ MP3 تحملها على جهازك مباشرة تقدر تشتري هذا الكتاب الصوتي نفس الملفات الموجودة بالفلاش تريد تحصل خصم على كتب الجنسية الأمريكية مع عامير علي؟ كل الكتب أي كتاب يعجبك ممكن تحصل عليه خصم أو أي منتج كل ما عليك فعله هو الضغط على القائمة نقاط الخصم على الإحالة ثم تقوم بتسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد من تحت أو يمكنك تسجيل دخول عن طريق جوجل مباشرة طريق حساب جوجل تضغط على الحساب بعدها تختار الإيميل أو الحساب اللي أنت تريده مثلا هذا الحساب تنتظر قليلا وراح يتم تسجيل الدخول صار عندك حساب من موقعنا تنزل لتحت راح تشوف نقاط الخصم هذه النقاط حاليا عندي عشر نقاط مثلا طرق الحصول على نقاط أولا تقدر تحصل نقاط عن طريق تسجيل الدخول تحصل عشر نقاط كل مرة سجل فيها دخول تقدر تحصل عشرين نقطة إذا شاركت الرابط هذا الرابط الخاص بك هذا الرابط الخاص بك إذا شاركت نسخة عن طريق الضغط على هذه الأوراق الملونة النسخ عندك الرابط أو عن طريق تحديده والضغط على نسخ عند نشر هذا الرابط فقط كل ما يضغط شخص على هذا الرابط أنت تتحصل على 20 نقطة فقط يضغطون على الرابط أنت تتحصل على 20 نقطة نقاط الشراء إذا هذا الشخص الذي ضغط على الرابط تبعك إذا ضغط على الرابط تبعك ثم اشترى من موقعنا أي كتاب أو أي منتج تحصل أنت على ألف نقطة الآن الألف نقطة تساوي 10 دولارات خصم يعني كل ألف نقطة تحصل عليها على 10 دولارات خصم وأقل عدد نقاط مطلوب هو 500 نقطة حتى تقدر تحولهم إلى مبلغ يعني 500 نقطة هي عبارة عن 5 دولارات خصم طبعا الشغلة جدا سهلة كلما سجل دخول تحصل 10 نقاط عند إنشاء حساب موقعنا تحصل 50 نقطة عند نشر الرابط كل شخص يطط على الرابط تبعك تحصل 20 نقطة إذا شخص اشترى عن طريق الرابط تبعك تحصل على 1000 نقطة وبالتالي تحصل على 10 دولارات على كل 1000 نقطة يعني بالمختصر ممكن تحصل على كتاب الجنسي الأمريكي مع أمير علي مجانا إذا حصلت على 6000 نقطة اللي هي عبارة عن 6 أشخاص يشترون عن طريق الرابط تبعك أو عن طريق تزيير الدخول يوميا ونقاط الإحالة فقط الأشخاص الذين يضغطون على الرابط تبعك تحصل على 20 نقطة كل مرة لحد ما تجمع ال 1000 نقطة تقدر أيضا تضغط على كلمة فيسبوك راح تشارك الرابط تبعك مباشرة على موقع فيسبوك بهذه الطريقة وتقدر هون تكتب أي وصف يعجبك تقدر عن طريق تويتر كمان وعن طريق الإيميل عندك شخص تحب تهدي هذه النقاط اللي حصلتها حتى هو يستخدمها للخصم تكتب إيميل الشخص بهذه الطريقة بهذا المكان ومن ثم تحدد عدد النقاط كم نقطة تريد تعطيه 20 نقطة بعدها تضغط على كلمة Go راح يرسل هذه النقاط تبعك لهذا الشخص اللي كتبت إيميله ولازم يكون مسجل عندنا على موقعنا تحياتي أخوكم أمير علي وبالنهاية أحب أقول لكم دعمكم اللي هو سبب استمراري وجدا شاكر لكم كل الناس اللي دعمتني بدون أي مقابل تحياتي وسلامي للجميع